وفي ذات السياق قال غبطة البطريارك في أوفرس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن إن الاعتداءات على المسجد الأقصى بالنسبة للمسيحيين لا تقل خطورة عن الاعتداءات على كنيسة القيامة وأن أي تغيير للأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف يهدد الأمر الواقع في كنيسة القيامة وأضف إن ما يجري في هذه الآوينة يعتبر عدوانا صارخا على الحقوق الدينية ويحتم على كل الشرفاء مسلمين ومسيحيين أن يتحدوا في رفضه وهزيمته وأكد سيادته أن حرية العبادة مكفولة في جميع القوانين والمواثيق الدولية وأن ممارسات المجموعات المتطرفة فيما يخص الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية هي مساس واضح بحقنا الطبيعي في ممارسة حرية العبادة